بسم الله الرحمن الرحيم السجود لا بد أن يقع على الأرض وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون المسجد النبوي الشريف أساسا كان ترابة أرض عادية أو حصة يفرش بالحصة وورد في التاريخ أن بعض الناس الذين كانوا في ذلك الزمان أنهم يقولون إذا كان الحار كنا نأخذ الحصة ونبرده ننقله من يد إلى يد ليبرد حتى نسجد عليه فلو كان السجود على الفرش أو على الثياب جائزا لم يحتاج إلى هذا الفعل وأيضا ورد في روايات معتبرة أن النبي صلى الله عليه وآله كانت له أو عنده خمرة خمرة بضم الخاء مو خمرة خمرة يسجد عليها في المنزل وفسرت الخمرة بقالب من طين قالب يصنع من الطين يسجد عليه عمما والحديث الشريف المعروف جعلت لي الأرض مسجدا أو مسجدا وطهورة فالأرض يسجد عليها بأنواع الأرض حجر مدر حصى رمل تراب رخام كل أرض كل ما هو أرض الأرض تخرج منها أشياء إما على شكل نبات أو تستخرج منها مواد هذه المواد التي تستخرج قسمان إما من باطنها أو أحيانا تكون على ظاهرها قسمان قسم منه يعتبر معدن يسمى معدن كالحديد والنحاس والفضة والذهب ومشاكل هذه المعادن ولو أنها استخرجت من الأرض أصلها من الأرض يعني هناك مناجم مناجم ذهب مناجم فضة مناجم حديد مواد معدنية تكونت في الأرض لكنها الآن لا تسمى أرضا تعتبر معدن فلا يصح السجود عليها القسم الثاني جواهر ويعبر عنها بالأحجار الثمينة وهي كثيرة الزبرجد الياقوت العقيق الفيروزج الماس وما شاكلها هذه أيضا تكون إما في باطن الأرض في بعض المناجم تستخرج منها أو على ظاهر الأرض يعني العقيق مثلا العقيق في ممكن جبل أو ما يشبه الجبل في اليمن تأخذ منه قطع قطع العقيق قبل فترة كان أحد الأخوان المؤمنين رايح لليمن قبل كم سنة جايب قطعة هالكبرها مربعة عقيق قال صيل هي من جبل عقيق عقيق وكسرها وسواها فصوص كذا فهي أساسا جبل يأخذون منه قطعا الفيروزج جبل في إيران يسموه فيروزكوه الجبل الذي هو الفيروزج يقصون منه قطع ويسوون هذا الفيروزج هذه اسمها أحجار إحنا نسميها أحجار إذن هي أرض تختلف عن الحديد والنحاس ونحوهما يعني لو واحد يحط له قطعة حديد يريد يسجد عليها ما يصير لأن هذه ليست أرضا أما هذه التي تسمى بالأحجار الكريمة حين ليش اسمها كريمة ما ندري السيد الخوي الله يرحمه كاتب بالتقريرات لماذا سميت أحجارا كريمة لا ندري إذا السيد الخوي يقول لا ندري أنا أدري ما ندري الناس يسموها أحجار كريمة يمكن لأن سعرها غالي قليلة الحصول يسموها كريمة والبقية مو كريمة لأنها كثيرة مثلا المهم من حين كريمة أولا هذه الأحجار هذه أحجار حجر العقيق حجر الفيروزج حجر طبعا هي هذه بعضها له قيمة معنوية دينية مثلا العقيق بالخصوص العقيق له فضل وارد في الشريعة أن أول جبل أقر بولاية بولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه العقيق فصار مهم العقيق من دع الله تعالى مضمون الرواية وفي كفه خاتم عقيق أو في كفه عقيق لم ترد دعوته لعله لهذا السبب مقر بالولاية مؤمن هذا حجر وأكو بشر ما يقرون عجيب يعني الحجر يقر الحجر يسبح لله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ماكو شيء ما يسبح بحمد الله عز وجل كل شيء القرآن يقول وإن من شيء يعني وما من شيء حتى هذه الزولية تسبح بحمد الله عز وجل إذن تدرك عندها مقدار من الإدراك تسبح الله سبحانه وشنو المشكلة أن تقر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وعاله تقر بولاية أمير المؤمنين عليه السلام هذه فيها روايات كثيرة بالنسبة للأحجار اللي أقرت بالولاية ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين غير ذلك والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه النجم والشجر يسجدان كثير القرآن مليء بالآيات الكريمة الدالة على أن كل المخلوقات تعرف الله عز وجل تسبحه تذكره بل حتى بعض الذنوب بعض الأمور القبيحة الحيوانات ممكن يكون عليها حساب معين الآية الكريمة تقول وإذا الوحوش حشرت زين الوحوش تحشر ليش يوم القيامة الوحوش تحشر الأسود النمور الفهود إلى آخره هذه تحشر للجماء من القرناء الشات اللي ما كان عندها قرون وأكوشات ثانية عندها قرون نطحتها ينتقم لها ذاك يوم العدل الإلهي حتى هذه وإذا الوحوش حشرت لازم يصير انتقام إلهي لو بعض الأمور حتى بعض القبايح الموجودة المحرمات على البشر في مضمور الرواية ما من طير يصاد إلا بما ضيع التسبيح هذه الطيور طائرة ليش هذا انصاد ذاك ما انصاد ليش هناك شيء هذا ما سبح نسي الله سبحانه انصاد طح وذاك يذكر الله عز وجل عبر مشى عموما هذه القضايا كثيرة لا حد لها الروايات الحين هذه الأحجار اللي يسموها أحجار كريمة هذه يجوز السجود عليها ايه المعروف بين فقهائنا أنه يجوز السجود عليها لأنها أحجار أحجار وسمها ما أحجار احنا هكذا نسميها هذه ما ندري فيها احنا علينا بظواهر الآيات والروايات الآيات والروايات تدل على أن النباتات والجمادات والحيوانات وكل شيء عنده إدراك عنده إدراك غايته غايته أن الإنسان إدراكه أكثر إدراكه أكثر يدرك الكليات فضلا عن الجزئيات بقية المخلوقات قد لا تدرك القواعد الكلية الحين تكليف جنة ونار فقط للبشر والجن الجن والإنس حسب الظاهر وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون أما بقية المخلوقات الظاهر ما عليها تكليف زين الحين هذه وين تنفع واحد مثلا في مكان ما حصل شيء يسجد عليه عنده خاتم عقيق 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 هذا حجر يحط ويسجد عليه خاتم فيروزج يسجد عليه ما في مشكلة أي حجر أي حجر يلبسه في يديه يمكنه أن يجعله محلا لسجوده الحين هل يشترط حجم معين هناك بعض الفقهاء محتاطين بأن يكون على الأقل بمقدار الأنملة الأنملة الطرف الأعلى للإصبع هذا الإصبع كله اسمه بنان الأصابع الأصبع الواحد يسموه بنان وطرفه كل طرف منه يسمى بالأنملة لكن عدة من فقهائنا قالوا لا ما يشترط ذلك المهم أن يصدق السجود على الأرض حتى لو جايب له مثلا حبة صغيرة من الصخر مثلا بحيث صدق عليها السجود لا بأس الظاهر الشكل المسباح يصير المسباح ما فيه إشكال فيه فراغات أو ما فيه حيث هذا المسباح مصنوع من التراب من التربة الحسينية المشرفة فيه مثلا هذا الجزء هذا خزين كبير حتى لأمه هذا يحط هذا الشكل ويسجد على الحبات ما فيه أي إشكال أموما هذا بالنسبة للمعادن والأحجار الكريمة المعادن لا يصح السجود عليها لأنها ليست أرضا والأحجار يجوز السجود عليها أما بالنسبة لما تنبته الأرض النباتات التي تخرج كل نبت لا يؤكل ولا يلبس أيضا يجوز السجود عليه الأشجار اللي تطلع كل الأشجار الجذوع ما لتخم ما تنوكل يعني البشر ما يأكلوها قد البهائم تأكلوها لكن البشر ما يأكلوها الجذوع الفروع أوراق الأشجار بشكل عام إلا بعض الأوراق مثلا ورق شجرة العنب ورق العنب هاي اللي يبيعوه بالجمعيات وغيرها هذا ينوكل فواحد يجيب له ورقة عنب ما يسجد عليها ما يصير أما بقية الأوراق أوراق شجرة البرتقال شجرة التين شجرة اللوز شجرة الجوز أي شجرة أوراقها أغصانها لحاؤها لبها هذا كله يجوز السجود عليه لأنه مما أنبتته الأرض واحد يريد يصليل قال خشبة الخشبة منين ما أخوذ ما أخوذ من نبات من شجر يسجد عليها أي خشبة تكون أما إذا كان مما يؤكل يعني عادة بطبيعته يؤكل ولو كان يحتاج إلى بعض الأمور مثلين الأرز العيش تم أي شي ما شئته فسميه الرز هذه حبات الرز تؤكل عادة الإنسان ما يأكل هاي الشكل وضعها الفعلي صلبة يطبخها يطبخها هالشكل ما يقدر يأكلها ومن يطبخها أم شوية نسأله في من الشمال عند عند اعتراضات يقول هذا مبسط طبخوا هالشكل حطوله ملح مع أكل هالشكل حطوله ملح حطوله دهن حطوا دهن يلا أكل يقول لا حطولهم زعفران وخلوها من طبق زين يصير حكاك أرضية القدر زين حطوله هذه هم يشيلها ويحطها بالمرق حتى يلينها هو صلبها هو يريد يلينها يعني بصعوبة بصعوبة إرضاء غالبا البشر إرضاءه صعب على كل حال هذا الرز لو واحد يجيب لحبات رز يريد يسجد عليها يصير لا ما يصير لأنها مأكل من المأكل القمح الحنطة عادة ما تأكل بهالوضع العادي الذرة يحتاج لها طبخ يحتاج لها بعض الأمور لكن نعم الحين هي بنفسها هذه الحبات ما تأكل ما يسجد عليها لأنها من المأكل لكن هناك أمور أخر معها يعني هذه السنبلة السنبلة التي سنبلة القمح مثلا أو الرز لها عود هذا العود ما ينوكل عادة يأخذ يكسر كذا يعطى للبهائم فيها أشياء أخر هذه العرنوس اصطلاحنا الكوز مال الذرة الحبات حبات الذرة تأكل ثم بعدما تأكل يبقى شيء خشبي هذا ينسجد عليه لأنه نبت مما عنبتته الأرض وليس بمأكل العنب العنب ما ينسجد عليه ما ينسجد عليه مو بس العنب أوراقها ما ينسجد عليها لأنها مأكلة قلنا ليكون مأكل الشيء المأكل الذي فيه قابلية الأكل لا يسجد عليه أو الملبوس الأرض تنبت أشياء تلبس منها القطن والكتان القطن هذا القطن الذي يسون منه ثياب هذا نبت زرع وإلى قيمته بعضهم يسميه الذهب الأبيض لأنه غالي وإلى قيمة يعني الخشب هو مما أنبتته الأرض لكنه ليس بمأكل إذن يجوز السجود عليه هذه قاعدة كل ما أنبتته الأرض إذا لم يكن مأكولا ولا ملبوس يسجد عليه الموزة الموزة قشورها يقدر يسجد عليها لكن اللب ما ينسجد عليه لأنه يأكل البرتقال قشرها وأخذ القشر مالها واسجد عليه لأنه ليس بمأكل لا واحد يقول يسوون من نم رب يسوون من نم رب بس عادة قشر البرتقال ليس من المأكل الرق مثلا البطيخ قشورها لا تأكل فيسجد عليها لكن هناك فواكه معينة اللي قشورها تكون مأكلة عادة الخيار معقول واحد ماسك الخيار قعد يأكلها بكشورها متعارف بس شفتوا واحد بيدة برتقال بكشورها يأكلها ما يسويها أو الرقية ماسكها بكبرها وقعد يأكلها مع قشرها هذه ما صايرة لكن لخيار تصير التفاح تصير ولو يقولون الطب القديم خلوا الطب الحديث الطب القديم المعروف عنهم ينقل أن قشرة تفاح سيء مذموم اليوم يقولون لا قشرة تفاح زين كله بالطب القديم هناك مثل عندهم معروف أنه أكل لخيار بقشرها ولو كانت بفلس مشتريها والتفاح قشرها ولو كانت بدينار لو مشتري التفاح بدينار قشرها قشرها مو زين قشرها مثل غالبا مثل النايلون يؤذي اليوم يقولون لا زين قشرها ما علينا إذا واحد قشر التفاح وجاب الكشور يسجد عليها ما يصير لأن قشرها مما يؤكل فيه قابلية الأكل عادة وقشر وقشر الخيار كذلك ما ينسجد عليه لأنه مأكل لكن القشور غير المأكل يجوز السجود عليها هذه قاعدة كل نبات يؤكل أو يلبس فيه قابلية اللبس لا يسجد عليه كل نبات لا يؤكل من المياكلة البشر والبهائم تأكله الحين الجت هذا الجت اللي يعطوه نعم برسيم هذا واحد يصير يسجد عليه عنده خروف بالبيت وعنده باقة جت ويريد يصلي يأخذ جت الخروف يحطه ويصلي عليه يصير لكن على الفجل يقدر يصلي لا ما يقدر على البقدونس يقدر يصلي ما يقدر لأن هذا مأكل هذا البشر يأكله وما يعطي للخروف يقول هذا هذا يجيب ليشتري لشدة برسيم يعطيه عموما أي شيء لا يأكله البشر عادة ليش نقول عادتين أحيانا بأيام المخمصة نعوذ بالله قد يصير فقر يصير جوع كذا واحد يفطر يأكل هذه الحشائش هذه مسألة أخرى ديش حالة افطرار في الوضع الطبيعي كل شيء لا يأكل للبشر من النباتات يجوز السجود عليه وصلى الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة